مرسا النور للجميع إن شاء الله تكونوا بألف خير وبألف صحة جيدة الأبراج العاطفية شو مخبيت لنا لهيدا الأسبوع ابتداء من الحمل انتهاءا بالحوت مواليد برج الحمل الفترة الحرجة العاطفية اللي عم تمروا فيها في خلال هذه الفترة رح تغطي على الكثير من الأشياء اللي عم تقوموا فيها بحياتكم العادية وهذا الشيء عم يخلي الفكر مشوش لذلك ما عم تاخدوه أرار واضح الحبيب والحبيبة بدون يعرفوا أكتر أين التطور في العلاقة وبأي اتجاه رايحين لذلك عليكم بالتفاهم معهم والحديث ومحاولة توصيل الأهداف اللي بدكن تعملوها مع بعض فئة من برم مواليد برج الحمل الداخلة في علاقة ثلاثية بهالفترة عم تحاول تنسحب من العلاقة الثلاثية لأنه عم تشوف أنه في مشاكل كتير عم تصير في خلال الأيام اللي مرت ما عم تقدر تتفاعل مع عاطفيا أو تفتح طريق لمنفذ جديد لذلك الأشخاص اللي عم يطلعوا مع برج الحمل أو داخلين في علاقة مع برج الحمل وعم يحضروا الفيديو الأفضل أنه تلاقوا أنتوا كمان حل أو تنسحبوا من هذه العلاقة التي لن تؤدي إلى نتيجة لقاء جديد واعد للبعض منكم وحب جديد يظهر على الساحة لمواليد برج الحمل خصوصا مواليد العشرينات إلى بداية 30 بالتوفيق لجميع عزيزي وعزيزتي مواليد برج الثور بليز عملوا اشتراك شارك و لايك سبسكرايب على الجرس لجيكم اشعار البس المباشر الثورة عاطفيا في تجدد كتير عم بصير بحالة طبها فترة وهناك بعض النجاحات القادمة لالكون قريب جدا راح تحسوا برياح شديدة شديدة وجديدة دافئة باتجاه حياتكم تغير محور أساسي كبير من ضمن حياتكم الاتيادية العاطفية هذه الأمور لحتفيدكم إلى الأفضل وهناك بناء لحب جديد للبعض منكم خطوبة وزواج عن بعض مواليد برج الثور أما الأشخاص المرتبطين بعلاقة حالية أكبر منهم عمرا فمن الواضح أن التفاهم عمي نادم في خلال هذه الفترة لأن الغير هي المسيطرة على العلاقة عزيزي وعزيزتي الثور الحب ليس بالعدد هو من النوعية وحاولوا ما تجمعوا كل الحبيبين أو المحبين أو المحبات القدامى في سبيل وجود عدد كبير حاولكم حاولوا تاخدوا النوعية الجيدة وهذا النصيحة اللي بترككم فيها هذا الأسبوع تقولي بالتعليقات شو عم يصير معكم عزيزي وعزيزتي مواليد برج الجوزاء جوزاء اللي حبيب بدوا يعرف أنتوا ليش مشايكسين بهالفترة وعم تفتعلوا بعض المشاكل فئة منكم ما عم تقدر تستقرع على نظام حب معين كل شوية حاب تكون بمشوار أو بمكان أو مع حدا جديد إلى أن توصل للنتيجة أو الهدف اللي هي بتحس إنه هو مناسب لا لا اتصالاتكن على الهاتف كتيرة لأحبة اللي حواليكن عم بغاهروا من الاهتمام اللي عم تعطوه لناس ثانية ومش عم تعطوه للشريك أما الجوزاء المتجوجين بهالفترة فعم شوف بعض الخلافات عم تدب في البيت على مبدأ الأطفال والأولاد والعمل والمال حاولوا تيسروا الأمور بطريقة أفضل تتفاهموا مع الشريك وتقدروا توصلوا لبعض الحلول جوزاء طاقتكم دايما متوصل لي وصلوا لطاقتكم بهذا الفيديو تصبحوا على ألف خير عزيزي وعزيزتي السرطان بلزعملوا اشتراك شيروا لايك سبسكرايب علقوا الجرس ليجيكم اشعار البس المباشر سرطان المرحلة العاطفية قادمة أفضل بكتير من قبل ايامكم ايام مشرئة وواعدة وخصوصا من الناحية العاطفية المشكلة الوحيدة اللي عم تعانوا منها انه انتوا صرتوا على عدم استقرار ما عم تقدروا تحددوا بأي اتجاه رايحين هل تبقوا على شريك واحد أو بتنوعوا الشركة هذا الاستقرار لازم ينبع من القلب مع كل العاطفة مع كل المحبة اللي موجودة عندكم عدم التحديد رح يسيء لإلكم بطريقة أو بأخرى كمان صحيح بيقول المثل نقل فؤادك ما شئت من الهوى إنما الحب إلا للحبيب الأولي بتظلوا تتذكروا أول حب بحياتكم وبتظلوا تقارنوا دائما بكده الأشخاص اللي حواليكم حاليا سرطان اكتبوا لي بالتعليقات شام شتير معكم بعد الغيرة وبتعدوا عن علاقات السلسية هي ما بتفيدكم التوفي للسرطان عزيزي وعزيزتي مواليد برج الأسد اذا عملوا اشتراك شيرو لايك سبسكرايب على الجرس ليجيكم اشعار المساء المباشر الأسد بهالفترة بعض منكم عم بعيش حالة حب جديدة متغيرة وشوي متقلبة الأبراج النارية اللي عم تتفعلوا معها في الحب العاطفة أو طبعها عم بيكون ناري عم تجذبكم لألة كتير ولكن هذا النار عم يتفعل مع بعضه عم بيخلق نوع من اللهب أحيانا بتحسوا حالتكون غضبانين أو غيرانين أو بتكون تعرفوا الشريك شو هي أسراره أو شو عم يعمل لما بيسكر التليفون أو ما بيرد عليكم هذا الشيء بنرفزكم بعصبكم في خلال هذه الفترة هذا لأنه الشريك منوعي أنه عم بيغلط أو ربما نضوجه في العاطفة أليل في خلال هذه الفترة أما باقي الأسد المنفصلين فعم شوفهم عم يبحثوا عن شراكة مستقرة وهذا الشيء رح يحصل قريب جداً للأيام والأشهر القادمة تقولي بالتعليقات شو عم بيسير معكم بدي نبه البعض منكم في علاقة بالتمع عن طريق سفر ممكن تتعرفوا عليهم في الطائرة أو في خلال السفر أو بالمطار أو بالبلد اللي أنتوا رايحين لعملوا الشراكشين لايك سبسكرايب على الأجرس ليجيكم إشعار البس المباشر عزيزي وعزيزتي مواليد برج العزراء عزراء فترة إيجابية جيدة مع الشراكة خصوصاً للأشخاص المتزوجين هدوء على صعيد العاطفة والأولاد من بعد فترة مريتوا فيها كان فيها مشاكل بحكم المال والأمور متعلقة بالعائلة العزرائيات والعزرائيين الصغار اللي بعضهم عم يفتشوا على حب وزواج هالفترة مش عم بتلاقوا الشريك الناضج الكافي ليقدر يحمل أعباء البيت أو نفقات الزواج لذلك عم نشوفكم محترين مش عارفين أي شخصية بدكم وللأسف الوقت الحالي ليس مناسب الأشخاص اللي كانوا بعلاقة ثلاثية أو لا يزالوا بعلاقة ثلاثية إما انسحبوا إما ابتعدوا لوقت قصير عم بتفكروا بالعودة ولكن ليست نصيحة عزراء عملوا اشتراك شير لايك سبسكرايب علقوا الجرس ليجيكم إشعار البس المباشر عزيزي وعزيزتي مواليد برج الميزان ميزان تفاؤل على السعيد العاطفي في أمنكن عادت للزوجة السابق أو للحبيب أو الحبيبة السابقين وعم ترجع تحاول تتفهم معهم من أول وجديد بعض منكن حس أنه ظلت والبعض الآخر عم يحاول يتفعل أدام لا يستمر مع هالشراكة لأنه ما عجبته فترة الوحدة أما الأشخاص اللي كسلوا ما قدروا يظهروا أو يتعرفوا مع أنه هذا شيء غير عادي عند الميزان الميزان بحب الاجتماعيات بحب التعارف على الناس ويجذب الناس لآخرين فهالعزلة العاطفية اللي عايشين فيها ما نمسى قبل لكم أبدا ولا هي جيدة لوضعكم الاجتماعي حب يعود من الماضي بيتصل فيكم بحاول يرجع بعض الزكريات ويشوف إذا أنتوا لسه مؤررين بدكن يرجع هالحب أو لعب فكروا كتير منيح قبل ما تاخدوا لفئة منكم جيد ولكن ليس الأفضل ربما ماديا يكون يغطي الوضع المادي ممكن يكون وضع الحبيب أو الحبيب الماليا جيد عندهم عمل أو مركز بس أهم شيء هي العاطفة بالنسبة لكم اشتراك شاب لاك سبسكرايب علقوا الجرس ليجيكم إشعار البساء المباشر عزيزي وعزيزتي مواليد برج العقرب مبروك لك للأشخاص اللي عم يكونوا عيل جديدة مبروك للأشخاص اللي حيستقبلوا أطفال جدد أو تبنوا أطفال أو عندهم حمل كوام أموركم العاطفية بالوقت الحالي هذه خصوصا الأشخاص المستقررين عاطفيا وفي علاقة بعض منكم إما كماش أو رحيكمش خيانة ممكن تتم عن طريق رسالة أو تجزيل صوتي جربوا ما تلعبوا بتليفون الشريك أو ما تحاولوا تستكشفوا يمكن تشوفوا شي ما يعجبكم في عنا مثل بيقول اللي ما بدوا يسمع الجواب لا يسأل السؤال فإذا ما حبي أن تعرفوا الحقيقة ما تحاولوا تكونوا حشرين مواليد العقرب اللي عندهم فترة ما بين الخمسة وعشرين لأربعين تقريبا هناك كلام بفرح بخطوبة بتعارف جديد وبعلاقة جديدة بالتوفي لمواليد العقرب عزيزي وعزيزتي مواليد برج القوس قوس علاءاتكم في العاطفة مع العائلة والأسرة بدأ تركيز سلي فترة عمقلكم هالشي سلي فترة عمقلكم تبهوا للشريك سلي فترة عمقلكم عندكم إهمال في العاطفة للأشخاص اللي حواليكم اهتمامكم ينصب على شريك جديد يأتي بياخد كل شي سحر منكم عاطفي وبتتركوا الأمور الأخرى حاولوا تكونوا متفعلين أكتر مع العائلة والأسرة والحب فئة منكم تعود إلى علاقة سابقة قد تكون ثلاثية أو أكثر وفئة منكم اندولجين أو عم تدخل بعدة علاقات دون التركيز على هدف لأهداف شخصية ممكن كتير تتأثر بوعكة صحية من جراء هذه العلاقات اللي ما فيها حماية قوس المرحلة القادمة عاطفيا أفضل لألكم فيها استقرار أما الوضع الحالي فكتير متقلب الاتصال لناطرينو مش رح يجي للبعض إذا أجا أو ما أجا خبروني بالتعليقات عملوا اشتراك شير لايك سبسكرايب تعالوا الجرس ليجيكم إشعار المسأة المباشر عزيزي وعزيزتي مواليد برج الجدي عاطفيا استقرار على صعيد العاطفة والهدوء الفكري طاقتكم العاطفية بهالفترة وقفة على مرحلة عم بتفكر شو بدنا تعمل بالخطوة القادمة أما الأشخاص اللي مخطوبين وعم بيفكروا بالزواج نفقات الزواج بالوقت الحالي أو الوضع الاجتماعي الحالي عم بيخلي البعض منكم متردد ربما الشريك منه جاهز أو أنتم منكم جاهزين أو فيه متطلبات كثيرة لذلك عم شوف عند البعض منكم تأخير بتنفيذ الزواج كحفلة أو كإتمام للمرسيل ولكن الشريك موجود مواليد برج الجدي الغير مرتبطين واللي عم بيفتشوا على علاقة عندكم فكر بشخصية معينة عم تحاولوا تكون جامعة أستقافة العلم والمال بوقت واحد هذا الشيء بدوا بعض الانتظار إلى أن يحين الوقت حاولوا ما تختاروا بسرعة وعملوا شراك شير ولاك سبسكرايب على الجرس ليجيكم إشعار البس المباشر عزيزي وعزيزتي أدلوا في الحب والعاطفة لا تزال السوداوية محاطة بالبعض منكم أفكار كبيرة كثيرة أحلام من ذكريات ماضي أو ألام مرت معكم وأنتم بانتظار شيء منكم محددين شو هو قد تكون علاقة متكاملة أو تحسوا أنه لازم يكون فيها كمال وهي غير موجودة أو ربما فكركم من خوف من تقدم إلى الأمام عم بيخليكم تبعدوا متأربوا على الأشخاص اللي عم بحاولوا يتواصلوا معكم تلتقوا بناس كتير بيحكوكم ناس كتير يجذبوا لألكم ناس كتير بس ما فيه شيء فعلي أو ملموس على الساحة العاطفية من الأشخاص الموجودين بعلاقة فأحيانا بيكون في بعض الاستقرار إلى أن يتلع خلقكم من بعض التراكمان بيعمل الشريك أو الشريكة وإنتم ما بتكونوا صريحين جربوا الصراحة بيكون أفضل لألكم من الشريك اعملوا اشتراك شارولاين www.mjtaron.com للقراءة الخاصة اللي بحب بيقر معي أخيرا وصلنا إلى برج الحوت حوت بليزا من اشتراك شارول لايك لأولي على القراءة الخاصة على موقعي www.mjtaron.com حوت عاطفيا التشتت لا يزال عندكم بعض منكم عنده أكثر من شريك مش عم بيعرف أي اتجاه رايح والبعض الآخر المرتبطين واللي بحسوا أنهن مستقرين الإشباع العاطفي غير موجودة عندهم يعني ما عم تظهروا مع الشريك ما بتعدوا تحكوا معه ما في رومانس ما بتفتحوا قلبكن فهذه الأشياء بتحز عليكم بتدايقكن أو حتى لو ما بتتصلوا برسالة بتحسوا أنها جافة علما أنه أنتو عم تعدوا كتير عواطف وعواطفكن جياشة لذلك بنصحكم أكثر تكونوا مع شريك في نوع من الحركة وبيقدر يحرك كل هالطاقات اللي موجودة عندكم ويفجر كل الحب الموجودة بغض النظر أموركن بشكل عام هادية بالفكر أنتو بتقولوا أنا رح أرضى باللي موجود إلى أن يأتي الأفضل ولكن هذا الارتباط أو هذا الخيط اللي لا يزال رابطكن بعلاقات مهترئة للأسف عم بيدركن أكثر ما يفيدكن بعض الأشخاص منكم تنوي الإنسحاب من علاقة طويلة لم تعطيها أي إنصاف وما أدى مثل أي شيء قد يكون زواج قد يكون علاقة طويلة للأمد ولكن بدون هدف هذا الشيء بس يحصل لح ترتاحوا نفسيا وتغيروا كثير من الأوضاع المعاطفية اشتركوا و لايك خبروني شامس تربعكم مرسي كتير لقلكم تصبح على الخير بحبكم باي